اشتركوا في القناة رح نبدي بالاي قطعة اي قسميها هنانا اي بي سي دي اي لاست ويك وي وينت اون سكول ترب الاسبوع الماضي ذهبنا في رحلة مدرسية الى المتحف الوطني للعراق انه بناية لطيفة وتشعر بالهدوء منك الكثير من التحف الاثار جمعت اولاً in a government building في بناء حكومية in Baghdad in 1922 في بغداد 1922 in 1966 وفي 1966 the Iraqi government الحكومة العراقية moved the collection حركت او نقلت المجموعة into the new two-story museum building حركتها الى طابق ثاني في مدحف البناية الصالحية في الصالحية الكرخ في الكرخ في بغداد منطقة الكرخ في بغداد وهذه البناية هي بناية المتحف الوطني للعراق وصلنا للمتحف عند الساعة العشرة when we went inside وعندما دخلنا للداخل the museum guide المتحف gave us some اعطانا بعض worksheets اوراق عمل with information مع معلومات about things كذلك عن اشياء in the museum في المتحف and the questions to answer والاسئلة لاجابتها we divided ولقد قسمنا into groups of four الى اربع مجامع i was with mazim osama and jalal كنت مع mazim osama وجلال paragraph c we stayed first بقينا اولا on the ground floor and went to the asurian and babylonian galleries وذهبنا الى المعارض الاشورية والبابلية we wanted to look at the واردنا النظر الى mesopotamian cuneiform text mesopotamian اعزائي معناها بلاد ما بين النهرين كونيفور مسمارية تكست نصوص date back والتي يعود تاريخها to 1500 BC we also looked at the asurian sculpture وايضا نظرنا الى النحت الاشوري sculpture نحت of the winged ball للخور المجنح لماسو المسمى بلماسو with its five legs مع اقدامه الخمسة then we looked at the fine pieces ونظرنا الى القطع الراقية والرفيعة والفاخرة of asurian jewelry للمجوهرات الاشورية that were found والتي وجدت in the royal times في المقابر الملكية ات نمرود في منطقة نمرود my friend mazen صديقي mazen took brilliant photos اخذ او التقط بعض الصور الرائعة in the sumerian and acadian galleries في المتاح السومرية والاكادية we also wandered in the ivory gallery ولقد تجولنا in the المتحف العاجي ivory عاجي where we saw حيث رأينا some furnishing decorated بعض الاثاف المزين with ivory بالعاج gold الذهب aren't precious stones والأحجار الكريمة paragraph d once we had visited وحالما زرنا all the galleries كل المعارض and answered all the questions وجاوبنا على كل الأسئلة on our worksheets على أوراق العمل we went to the cafeteria ذهبنا للكافتيريا on the ground floor في الطابق الأرضي then we went to the gift shop وعد ذلك ذهبنا إلى محل الهدايا I bought a postcard اشتريت بطاقة بريدية and جلال بوت وجلال اشترى a beautiful cup كوب أو قدح جميل with a golden pattern مع رسمة ذهبية جميلة عليه paragraph e والأخير we had a fantastic time لقد قضينا وقت رائع وجميل at the museum في المتحف and we learned وتعلمنا a lot about الكثير عن many civilizations الحضارات in Iraq في العراق I want to come again أريد أن أأتي مجددا soon to study قريبا لدراسة the beautiful jewelry المجوهرات الجميلة because one day يعني when did the museum get its first collection and where was it stored متى جمعت أول المجموعة للمتحف in السالحية in الكرخ what is the name of the winged bulma هو اسم الثور المجنح لماسو where was the Asherian jewelry found أين وجدت المجوهرات الأشورية in the royal town at Namrud في القبور الملكية في منطقة Namrud which floor is the cafeteria on في أي طابق توجد الكافتيرية the ground floor six what did جلال buy from the gift shop ما الذي اشتره جلال من محل الهدايا a beautiful cup with a golden baton on it اشتراكوا ب جميل مع رسمة ذهبية عليه أعزائي طلاب الرابع أريدكم توقفون الفيديو وتكتبون هذه الكلمات أو بالأحرى الصفات المرادفة أوكي رح أقرأها وأترجمها very good جيد جدا fantastic رائع جيد جدا very tiring number two very tiring متى جدا exhausting مرهق جدا very bad سيئ جدا terrible مريع وسيئ very happy سعيد جدا thrilled شعور بالسعادة الغامرة five very surprising مذهش جدا amazing مذهش جدا six very beautiful جميل جدا gorgeous جميل جدا مذهش جدا